ازاي ما قلت لكم البون مارو في stem cell تتحول الى RBCs كرات دم حمرة الى platelets والى YBCs الYBCs دي فيه non granular وفيه granular الgranular ده الإزيموفيلز والبيزوفيلز والنيوتروفيلز زي ما شرحت إزيموفيلز فيها granules حمرة بيزوفيلز زي بقى Neutrophil Neutral Granules اما non granular ممكن نعين Lymphocytes وهي دي اللي هتكلم عليها دلوقتي بقى بالتفصيل وال Monocytes المonocytes دي ممكن تتحور الى الماكروفاج ماكروفاج اللي هتكلم عنها برضو بالتفصيل نيجي بقى على موضوع Lymphocytes أهم حاجة يا أخوان اللymphocytes دي عبارة عن طلبة في السنوية العامة شوية بيخشوا كلية الطب وشوية بيخشوا كلية الصيدلة يعني ايه؟ يعني انا نخش كلية الطب بقى اسمي طبيب يبقى خدت الحرف الاولاني من اسم الكلية طب طبيب اخدت كلية الصيدلة صيدالي صيدالة يبقى صيدالة كلية الطب كلية الصيدالة حطلح صيدالة طيب كلية الطب دي ما هي الا غدة عندنا فوق الثايرويد هنا عاملة زي السطارة كده دي اسمها الثايمس يبقى انا دخلت كلية الصيدالة نبتدي بايه الصيدالة من T يبقى دي اسمها T lymphocytes دخلت كلية الصيدالة الصيدالة دي ايه؟ غدة موجودة البرسة اكتشفناها في الطيور اسمها بيرسة أو فابريشيس لانما لقيناها موجودة في الانسان في الليمفويد تيشو بتاعة الانتستي دخلت كلية الصيدالة ابتديت الحرف بتاع الصيدالة أو B يبقى دا اسمها B lymphocytes يبقى انا عندي خليتين مهمين قوي في الليمفوcytes T lymphocytes يعني ثايمس نبنتا دخلت الكلية دي اتمت عليها ثايمس dependent التانية بيرسة dependent وفبعض الناس وبعض كنتم يسموها bone marrow dependent يبقى برضو بيه؟ في خلاية صايعة بقى ما دخلتش خالص اي كليات دي اسمها الناتشورال كيلر ناتشورال كيلر ناتشورال كيلر يعني بتقتل الخلايا المنحرفة الغير مرغوب فيها زي الكنسر سيلز زي فيرال انفكتد سيل تلاقي الخلية انحرفت زي تي بي انفكتد سيل تلاقي الخلية انحرفت اي خلايا تنحرفت او تنحرف الناتشورال كيلر كفيلة بيها هي نوع من انواع التيلينفوسايتس التانية اذا الناتشورال كيلر اللي ما قلت دي ايه؟ تقول دي نان تي نان بي لها دخلتني وأنا دخلت الكلية دي انا اللي ما اخش كلية طب هتلع طبيب مش كده؟ يبقى تيم لك هتلع طبيب ايه؟ فيد خصوصات نسا والله ده عزام قلب بطنة فاذا فيه تخصوصات للتيلينفوسايتس فيه تيلينفوسايتس هيلبر بتساعد وهنقول تساعد ازاي؟ فيه تيلينفوسايت سابريسور بتهبط واسمها الجديد ريجيوليتور تريجيوليت الاميون سيستم وفيه تيلينفوسايت سايتوتوكسيك تي سي سايتو يعني خلية توكسيك تسمم الخلية ادي خلية الخلية المنحارفة اللي اتلخبط كيانها زي الكانسر زي يبقى ده اما السايدالية هيفضل السايدالية ما فيش خصوصات كتيرة فيها فانس ايه ملهاش غير البي سامس يبقى عندي دلوقتي اللينفوسايت ثلاث انواع ثايمس ديبندنت تي بيرسة ديبندنت بي نون ثايمس نون بيرسة نون تي نون بي اسميها ناتشورال كلا التيلينفوسايت فيه نوعية نوع هيلبر نوع ريجيولاتوري او سابريسور ونوع سايتوتوكسيك بيموت اي خلية او بيسممها تكون هزي الخلية انحرفت او تغير موقفها تماما بص يا اخواني انا اول ما اتخرج من كلية الطب البشري طب اسنان لا يمكن اقدر افتح حيادة ولا يمكن اقدر اشتغل في المهنة بتاعتي لاني لسه ما اتضربتش انا عملته لسه ولكن يا تلت اروا عمل ادرس الكتب انا عاوز بقى اتضرب يعني اعمل فترة الامتياز فترة الامتياز دي بتتم فين في مستشفيات اول مستشفى اسمها اليمفنود تاني مستشفى اسمها يبقى الاسبلين واللمفنود هم دول اللي بعد ما اتخرج اروح اشتغل فيهم وابقى دلوقتي عبارة عن دكتور قادر على انه يفتح ايها ده او يشتغل بمعنى ان البيلمفوسايتس او البيلمفوسايتس بيمروا باول مرحلة في حياتهم اللي هي مرحلة التعليم فده بنسميها برايماري ليمفويد أورغانز يبقى لما تتسلموا يعني ايه برايماري ليمفويد أورغانز يعني الثايموس او البيرسر او البعض كتب البون مرحلة بعد كده تروح لمين للساكندري ليمفويد أورغانز ساكندري ليمفويد أورغانز اللي هما مين اللينف نودز والسبلين يخرجوا بقى او بنسميها اميونولوجيكال اكتيفيشن لها خلاص تقدر بقى تشتغل تعمل تشتغل مع الجهاز المناعي تورينا الشغل بتاعها لكن هنا دول اميونولوجيكال لوحدهم لما يخرجوا من الساكن الريفويد أورغانز هيبتدوا يشتغلوا ويبقوا اكتيفي اميونولوجيكال يبقى عندنا دلوقتي في حاجة اسمها برايمر ليمفويد أورغانز اللي هي ثايمس والبيرس لازم يروح يتدربوا ساكندري ليمفويد أورغانز زي ليمفنودز والسبلين دول الساكندري ليمفويد أورغانز فيه ساكندري ليمفويد أورغانز تانية كتيرة زي المالت مالت يعني ميوكوزل أسوشيتد ليمفويد تيشو زي التونسلز زي الأبينديكس كل دول ممكن نعتبرهم ساكندري ليمفويد أورغانز إنما دول أهم ساكندري ليمفويد أورغانز عرفنا ماشية زي الأستاذة دي ملهاش بقى برايماري ولا ساكندري هادي البون مارو بتطلع اندفرانشيتد بسميها هيموبويتك ستمسل أو ستمسل الستمسل دي اللي تطلع من البون مارو في منها وايت بيسيز في منها بلايتلتس وفي منها أور بيسيز البليتلتس أصلاها خلية اسمها ميجا كاريوسايتس مش مهم المهم إنها بتطلع زي ما قلت وإلى البليتلتس وإلى الوايت بيسيز الوايت بيسيز نوعين ليمفوسايتس أو ليمفويد وميليويد يعني برضو جرانيولر ونان جرانيولر دي طريقة تانية الليمفوسايتس في نوعين تي سيلز وبي سيلز قولنا التي سيلز اللي تروح للثايمس والبي سيلز اللي تروح للبيرس البي سيلز بتحاول لبلازما سيلز والبلازما سيلز بتطلع على الانتيبودز التي سيلز بتبقى اكتيفيتد على حسب نوعه تي هلبر تي سيتوتوكسيك تي ريجوليتور اما الميلوليد فيه ازينوفيلز وبيزوفيلز ونيوتروفيلز ازينوفيلز بجرانيولز حمره بيزوفيلز زرقه ونيوتروفيل ملهاش لهو وإلى مونو سايدز ويبقى نون جرانيولر زي الليمفوسايدز دي ممكن بقى تتحول الى الماكروفاش في التيشو وفيه النون سيلز مش عارفنا ايه دي مهم انها تتحول الى مصد سيل والمصد سيلز يعني شرحها بالتفصيل بعد كده دي اول خلية بقى من اللي احنا هندرسها اللي هي الماكروفاش الماكروفاش خلية كبيرة ايه شايفنا اللون الاحمر دي اللي هي الكبيرة للفلوس دي اساسا فجوستيك سيلز انما دي برضو انتجين تريزانتينج سيل طيب اللي بعديها نيوتروفيلز او فيها جرانيول زي ايه شايفانا يا أولاد بس الجرانيولز مش واضحة لكن لما تشوفوا الازينوفيلز هتلاقوا حمرة ايه نقط حمرة واضحة جدا البيزوفيلز نقط زرق المصد سيلز هنشرحها بعدين ودي الناتشورال كيلر سيلز طيب لو جينا على الماكروفاش قلنا انها فجوستيك سيل بتاكل اكلها وفي نفس الوقت انجين بريزانتينج سيل طيب النيوتروفيل برضو فجوستيك سيل طيب الازينوفيلز دي بتقتل البرازايتس اذا دي بتبقى موجودة في حالات الحساسية من البرازايتس النيوتروفيل شغلها ايه فجوستيك سيلز وانون وكلام ده كله تمام نيجي بقى على المص سيلز هنبقى ناخدها وقلنا الناتشورال كيلر دي كان ديستروي اي ابنورمل او اولترد سيلز قلتلكوا طبعا الانجين بريزانتينج سيلز ممكن تبقى ديندريتك سيل ممكن تبقى الماكروفاج ممكن تبقى البي لمفوسايتس لان كلهم عليها ريسبتورز بروتين نمبر سيفن ادي الديندريتك سيلز هاي رسمتها وادي في الحقيقة هاي شايفين الاهداب بتاعتها دي التانية الماكروفاج ودي برضو عليها ريسبتورز بتعمل فاجوسيتوزيس الانجين ثم تتعرف عليه دي نفس الكلام وتريبريزانت ايت باي دي ميجوري استكمبيتابيليتي ادي البيليمفوسايتس بتاخد الانجين من على ريسبتورز اسمها انتي بودي ريسبتورز او امينو جلوبلنز هتشرح كله بالتفصيل ودي شكلها الحقيقي تحت الميكروسكوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة